ميثاق العمل الوطني يعتبر ميثاق العمل الوطني هو الانطلاقة الأولى لدعائم الحياة الديمقراطية في المملكة فقد أسس لمرحلة مهمة في قيام دولة عصرية كان من أبرز ملامحها تأسيس مجلس وطني بغرفتيه النواب والشورى كان عام 2001 البداية الحقيقية لفتح صفحة جديدة مع الحياة الديمقراطية في البحرين فكانت الثقافة التي أراد جلالة الملك المفدة أن تترسخ في المجتمع البحريني هو أن تقوم دعائم الديمقراطية بإرادة ورغبة بحرينية خالصة لذا جاء الاستفتاء التاريخي الشعبي على ميثاق العمل الوطني والذي دعا إليه جلالته ليرسخ هذه الثقافة التي تقوم على التوافق بين مكونات وأطياف المجتمع على شكل وطبيعة الديمقراطية التي ستشهدها البحرين خلال السنوات التالية فكانت النسبة التي خرج بها الاستفتاء الشعبي والتي بلغت 98.4% هي الأساس الذي انطلقت منه البحرين حينها إلى فضاء الدموقراطية الواسع فميثاق العمل الوطني أسس لمراحل مهمة في قيام دولة عصرية تقوم على المشاركة الشعبية فكان من أهم التعديلات التي ترأت على الدستور البحريني هو تأسيس مجلس وطني بغرفتي النواب والشورى ليكون الأول بالانتخاب وهذا بحد ذاته كان ترسيخا لمبادئ الدموقراطية حيث أتاح الدستور للمواطن حق اختيار ممثله في مجلس النواب كل أربع سنوات من جهة وأن يكون له دور فاعل في المشاركة السياسية من جهة أخرى اليوم مملكة البحرين وبعد أكثر من عقد من الزمان لم تتوج تجربتها الدموقراطية بالإنجازات والمكتسبات المتحققة على الأرض فحسب ولكنها أصبحت تملك تجربة دموقراطية ناضجة تمثلت فيما حققته السلطة التشريعية من نجاحات متوالية لتحقيق المزيد من المكتسبات للمملكة وشعبها ومن زاوية أخرى أثبتت هذه التجربة للعالم بأن الإرادة الشعبية كانت المنطلق الرئيس لنجاحها وأن المواطن البحريني بخبراته المتراكم اليوم استطاع أن يساهم في إنجاح الحياة الدموقراطية وأن يمتلك ثقافة سياسية واعية سهر عصهور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين